قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الجزائرية الإفراج الفوري عن ثلاثة محامين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب دفاعهم عن موكلهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير كما قالت إنه يجب إسقاط جميع التهم الموجه إليهم قبل بدء جلسات محاكمة المحام عبد الرؤوف أرسلان في ذكرى مرور أكثر من عام على اعتقاله أرسلان يحاكم بتهم تتعلق بدفاعه عن ناشطين سياسيين بينما يحاكم المحاميان عبد القادر شهرة ويسين خليفي لإحتجاجهما على وفاة أحد الناشطين في ظروف تثير الشبهة في الاحتجاز معي للحديث حول هذه القضية مدير منظمة شعاع لحقوق الإنسان سيد رشيد عوين أهلا بك أستاذ رشيد بداية هل هناك تحديث حول المعلومات التي ذكرت أمس من قبل منظمة العفو الدولية عن المحامين الذين تم اعتقالهم بسبب أنهم ترافعوا عن موكلهم نعم هذا البيان الذي أصدرته منظمة العفو الدولية البارحة تزامنا مع محاكمة المحامي عبد الرؤوف أرسلان في وليت تبسة وقضية عبد الرؤوف أرسلان هو تهمته الوحيدة أنه دافع على معتقاله رأيه حيث كانت من سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية أن محامي يذهب للمرافع والتأسيس في حق موكليه حتى يلقى نفسه كذلك متهم بنفس التهم التي تم تلفيقها لهؤلاء الشباب وهؤلاء الناشطين من الحراك البارحة تمت محاكمة عبد الرؤوف أرسلان المحامي مع ثلاث ناشطين من الحراك أصدرت محكمة الجنائيات في تبسة البارحة حكما يقضي بثلاث سنوات سجن سنة نافذة وسنتين غير نافذة لكن أخذوا البراءة في التهم الجنائية التي كانت في حقهم هي الانتماء إلى منظمة تخريبية وأدانتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة مغردة أرسلان تحديدا عما ماذا كانت التهمة التي أقرت عليه أمس من قبل المحاكمة الجزائرية هو متابع بتهم جنائية وجنح التهم الجنائية وهي الانخراط في منظمة تخريبية منظمة رشاد وجنح عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر أخبار كاذبة مغردة من شأنها المساس بوحدة الوطن والمساس بالوحدة الوطنية لكن كيف تنظر لهذه الأحكام أنت كناشط حقوقي يعني محامي يترافع عنه شطاء فيجد نفسه هو بنفس الخانة مع هؤلاء الذين يترافع عنهم نعم هو بالنسبة للمواثيق الدولية الخاصة بالمحامين والقضاءات وكذلك حتى القانون الجزائري والدستور الجزائري يخول يعني لا يسمح بمتابعة محامي فقط أنه تأسس في حق موكليها وتأسس في حق متهمين مهما كانت تهم الموجهة لهم ومهما كان انتمائهم احنا عرفنا بالرهي سابقة في تاريخ المحامات وأنه تم إدانة تم إدانة باطلة على غرار التهم كذلك الملفقة لكل من المحاميين عبدالقادر شهرة ويسين خليفي الآن خليفي يعني هل تتشابه التهم التي وجهت لخليفي مع التهم التي وجهت لأرسلان؟ هو طبعا هو السياسة الواضحة التي تمارسها السلطة تجاه الناشطين أو المدافعين عن حقوق الإنسان وحتى المحاميين بقي تقريبا الآن بعد قمع الحراك بقي البصيص الأمل الذي ربما هو يرافع ويدافع عن مطالب الحراك وعن من يتبنون مطالب الحراك وهما ناشطي الحراك هيئة الدفاع عن معتقليه الرأي وهيئة الدفاع عن معتقليه الحراك هؤلاء هم الذين كانوا دائما بجنب نشطاء الحراك فتحاول السلطة بطريقة أو بأخرى أن تقمع هؤلاء المحاميين وأن تخحمهم في ملفات لا علاقة بهم لكن هنا في قضية تختلف ربما قضية لكن هي في العموم هي في إطار الدفاع عن معتقليه الرأي معتقليه الحراك لكن قضية عبد الرأوف أرسلان كانت عند ذهابه لتأسس في حق نشطاء في الحراك وقضية عبد القادر شهرة ويسين خليفي على خلفية مطالبة بالاحتجاج ومطالبة السلطة برفع أو إصدار بيان حول ملابسات وفاة معتقل الرأي حكيم دبازي الذي الآن لحد الساعة لم تكن هناك تقارير نهائية تظهر ملابسات وفاة داخل السجن الآن ماذا عن التقاضي في مثل هذه القضايا يعني هل ترى بأن هذه السابقة التي قلت أنها سابقة أن يحاكم محامي بتهمة أنه دافع عن مهكلي هل إجراءات القضائية أيضا كان فيها خلل في هذا الجانب يعني هل كان هناك تقصير مثلا من النيابة الجزائية من القضاء الذين تناولوا مثل هذه القضايا هو طبعا إذا كانت لكن لكن الآن مثلا كما قضيت عبد الرأو فارسة الآن كانت واضحة يعني خلال يعني من ناحية الإجراء خلال مثله بجنب موكليها بجنب نشطة الحراكة موكيل جمهورية حتى يلقى نفسه أنه كان متهم هذا ينافي كل القوانين الدولية والجزائرية لكن الخلفيات أو التهم التي تريد الفاقها السلطة القضائية والسلطات بشكل عام لهؤلاء المحامية واضحة تصفية حسابات سياسية مع كل المحسوبين عن الدفاع عن معتقالي الرأي معتقالي الحراكة وهل كان فعلا لذلك تأثير على نشاط من كان يطالب ويترافع عن حقوق الإنسان أو حتى نشطاء الحراكة الجزائية هو طبعا هو يكون رغم أنه طبعا سيكون له تداعيات سلبية لأنه وصل القمع إلى درجة كبيرة خاصة أنه الصورة السودوية التي تسود الوضع الحقوقي في الجزائر ورغم كل التقارير الدولية من منظمات حقوقية والأمم المتحدة لكن نرى أن السلطة ما زالت ماضية في غيها تجاه كل في انتهاكات حقوقية مستمرة والآن نحن في الدورة الخمسين لجلسة مجلس حقوق الإنسان في جناب بين الدول التي ستناقش ملف حقوق الإنسان هي الجزائر ومصر وسوريا وليبيا وفلسطين يعني الجزائر أصبحت الآن بمرتبة الدول التي ليست مستقرة كمصر كسوريا كليبيا وفلسطين ولكن الجزائر والحكومة الجزائرية والرئيس تبون يتحدثون عن المصالحة وعن صفحة جديدة تدخلها الجزائر من السلم الأهلي إلى أي مدى الصورة الرسمية التي تعرضتها الحكومة الجزائرية تتنافى مع الواقع الحقوقي في الجزائر؟ طبعا أعتقد من البديه أن كل عملية مصالحة ومبادرة مصالحة تسبقها بوادر تهدئة أو إلى غير ذلك لكن للأسف شديد لحد الساعة وأنا الآن أتصف أخبار وأرصد أخبار المحاكمات والاعتقالات ما زالت لا توجد ولا ربما رسالة طمأنة لكل الناشطين أو المدافعين عن حقوق الإنسان وربما رسائل تهدئة حتى تثبت أن هناك في إرادة سياسية لمبادرة ما يسمى بلم الشمل ومبادرة المصالحة شكرا لك مدير منظمة شعال حقوق الإنسان رشيد أوين